اشتركوا في القناة 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 كل خيط يجب أن نعرف الأبرة و نعرف كم غرام المكبب معنا كل كنزة أو كل بلوزة أو كل موديل يأخذ عدد معين من الطابات أو الشلات الصوف كمان نحاول نختار مثلا نشتغل الشغل و يطلع حلو عنا خيط كويس يساعدوك مثلا اللي بيعرفوا بالصوف أو كذا تسأليهم فهني بيدلوك مثلا تتعبي وتتعبي تعبي على خيط يكون كويس ما يكون خيط رديء دغري يخرب معك وتروح نتيجته مثلا فورا مثلا هذا خيط طخين كتير أنا اشتغلته صبايا على النمرة سبعة من البداية للنهاية ما فيني يعملوا من تحت ناعم و فوق خشين ما بيطلع حلو فكل كل خيط نحن نقرأ الكتابة المكتوبة عليه و ننتبه لهالشغلة لانه كتير بتريحنا و كتير بتساعدنا مثلا أنا البداية بيشتغلها دائما يعد ثلاثة يعد انتين ونص اذا بدي اعملوا من تحت يكون شادة بعدين بزيد النمرة انا وطالع هذا بشوفوا احلى شي يعني هلا هيك وكمان ان شاء الله هيك بنساوي نحن وانتو شغلات هذا خيط طخين كمان هلا هذا الخيط انا عندي عم بيشتغل فيه هني كاتبيلي على النمرة خمسة انا ابتديته على ثلاثة ونص بعدين طلعت فيه عن نمرة خمسة يعني بتديت على ثلاثة ونص بعدين طلعت على النمرة خمسة واشتغلتوا عليها يعني هاي اهم اساسيات بالصوف يعني ما بدا شي ابدا متل ما شفتوا صمايا يعني بنبتدي على ابر نعمة بعدين بنطلع انا هون ما زدت ولا غرزة لانو على الخمسة بتفتح لحالة ومتل ما حكينا الصبايا كل شي بتعملو هيك شغلات انتجتوها واشتغلتوها واو تعلمتوها بتمنى تحطوها على صفحتي في الفيسبوك صفحة ام اسامة للتريكو وبتمنى يعني نحن وانتو سواء نشوف اعمال بعض واهلا وسهلا فيكم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة